السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة وسط اليوم نحضر معكم بريان اللحم بطريقة جدا سهلة وبسيطة والأهم كي يجي لديك بساف ونبدأ بمكونات الوصفة وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله نحتاج إلى اللحم الكمية حسب الرغبة وإلى الزبادي أو الياغوت الطبيعي 200 جرام من الزبادي ملعقة صغيرة من القركم ملعقة كبيرة من البابريكا التحميرة فيلف الأحمر حلو وإلى الثوم والزنجبيل طازج مبروشين وإلى ملعقتين كبيرتين من بهارات البرياني اللحم أو مصالة البرياني وإلى الملح الملح حسب الرغبة وإلى النعناع الطازج وكذلك تضيفه الكزبرة أو القصبر الطازج أنا مكانش متوفر عندي وكتخلطوا المكونات جيدا حتى تمتزج لنا التوابل مع اللحم وكتحتفظوا به على جنب لمدة نصف ساعة بالنسبة لطريقة تحضير الرز نحتاج إلى كوبين منع الأرز الأرز البسمتي نزيد الماء على الأرز ونخليه منقوع في الماء لمدة نصف ساعة بالنسبة للماء فهو ماء بارد بعد مرور نصف ساعة ناخد طنجرة الضدات نضيفه قليل من الزيت وكذلك إلى حبة بصل كبيرة مقطعة إلى شرائح ونخليه البصل لحسا يدبل ويتحمر لنا يصبح تقريبا مكرمل ونضيفه خليط اللحم أو خليط مسالة اللحم لتبلنا من قبل نخلطه مزج جيدا نضيف البهرات الصحيحة نمزجه جيدا المكونات ونغلق عليها ونخليها على نار خفيفة لمدة عشر دقائق بعد مرور عشر دقائق نضيفه الماء كوب كأس من الماء ونغلق عليها لمدة من 35 إلى 40 دقيق حسب نوعية اللحم عندكم في طنجرة نضيفه الماء نضيفه البهرات الصحيحة وهي القرنفل ونضيفه الأرز بعد ما صفيناه من الماء اللي كان منقوع فيه وكذلك إلى الملح حسب الرغبة ونخليه الأرز كي تسلق لنا تقريبا 90% ما نسلقوه كامل كيكون علاقة الشكل نتخليه لمدة تقريبا سبع دقائق من بعد ما كيتطلق الأرز وكنصفيه كنضيفه طبقة أول طبقة من الأرز والطبقة الثانية كنضيفه المرق أو إيدام اللحم اللي حضرنا كنضيفه كامل وكنزيده طبقة الثانية أو النصف الثاني من الأرز عندي هنا هذا الزافران عندكم أو القركم مع قليل من الحليب تاخن وكتضيفه لوجه الأرز تطلقوا على الطنجرة كتخليها لمدة من 10 دقائق إلى ربع الساعة وهذا وهذا الشكل البرياني من بعد ما كيصبح جاهز نقدم وكي تزين حسب الرغبة كانت هذه وصفة اليوم كانت من أنها تكون نالت إجابكم ما تنسوش اللايك للفيديو كذلك اشتراك إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله مع السلامة اشتراك